سلام عليكم كديري لابس عليكم كنتم من هاد الفيديو تلقاكم في احسن الاحوال وتكونوا كاملين بخير وعلى خير مرحبا بيكم مرة اخرى في قناتكم اليوم القصة اللي غادي نهضروا عليها هي قصة مروعة بمعنى الكلمة وكالضر في القلب حيث كتتعلق بطفلة اللي لا حول لها ولا قوة طفلة اللي ما زال ما قدراش تدافع على رأسها محتاجة للحماية والحب والعطف من طرف عائلتها ولكن في هذه القصة دياليوم العائلة اللي هما دائما مصدر الحب والحنان غادي يكونوا هما من بعد ظلم القهر بالنسبة للطفلة صارة قضية صارة ولا قضية عام لأترات قلوب الناس في جميع أنحاء العالم حياة صارة الشريف غادي تاخذ منعطف محزن في أواخر 2023 فتلقي الصارة غادي نشوفون معاناة الظروف المأساوية لأدات الوفاة صارة شريف تولدت صارة في 11 يناير 2013 من أب باكستاني اللي اسمته عرفان مالك الشريف واللي كانت عنده 41 سنة وكان يشتغل كسائق تاكسي في بريطانيا الأم ديالها كانت بولندية الأصل اسمتها أولغا عندها 36 سنة وهي كاتوليكية تزوج عرفان مع أولغا في 2009 كانوا كيعيشوا حياة عادية ومستقرة هاد الزواج غادي يعطيجوش ديال الأطفال صارة وخوها ولكن بحكم اختلاف الثقافة والعادات هاد الزواج غادي ينتهي في 2017 وبقى الأطفال هما الرابط اللي كيربط ما بين عرفان وأولغا عرفان كان كيخدم بالليل والنهار باش يوفر الضروريات للأطفال دياله خصوصا من بعد ما اخذ الحضانة في عام 2019 وبالتالي غادي ينتقلوا الأطفال اللي هما صارة وخوها باش يعيشوا مع الأب ديالهم والزوجة دياله الثانية حيث اباهم غادي تزوج من بعد ما يطلق أولغا الزوجة الثانية كان اسميتها باناش باتول عندها 29 عام وفي الدار اللي غايعيشوا فيها الأولاد مع اباهم وزوجة الأب كان كذلك العم ديالهم اللي اسميته مالي شريف اللي عنده 29 سنة حتى هو كيعيش معهم علاقة عرفان مع أولغا أم الأطفال دياله غادي توطر بزاف وغادي يمنعها على أنها تواصل مع الأطفال ديالها بواحد صيفة مستمرة بحكم أنه بغا يربيهم على الطريقة الإسلامية فكان كيدير كل ما في جهده باش يباعد دراري على مهم بمساعدة الزوجة دياله أخوه في أبريل 2023 صارة وفجأة غادي قرر الأب ديالها باش يخرجها من المدرسة البتدائية وقال لها بأنها غادي تقلس باش تقرأ في الدار وباناش مرة تبها هي اللي غا تتابع الدراسة ديالها عن بعد وهذا القرار كان بداية لسلسلة من الأحداث المأساوية اللي غادي تعيشها سارة في عشر غوشة 2023 الشرطة غادي تلقى جوتة ديال سارة في منزل عائلتها اللي كيتواجد في طريق هاموندو اللي بعيدة شوية على بريطانيا من بعد ما تلقى مركز الطوارئ 999 مكالمة من رجل عرف راسه على أنه هو والد سارة المكالمة كانت من خارج بريطانيا وقال لهم أن سارة ميتة في الدار الشرطة غادي تحركوا بسرعة للعنوان اللي اعطاهم عرفان وبالفعل غادي تلقى الجوتة ديال الطفلة سارة سارة غادي تنقل المستشفى وغادي تم إبلاغ الأم ديالها أولغا على أنها توفات أمها نهارت بحكم أنها أربع سنين ما شافتش بنتها حيث بباهم كان كي يمنعهم أنهم يشوفوا أو يهضروا معمهم الأم أولغا ما قدرتش نهائيا تقبل أن بنتها ماتت في ذيك الطريقة الصدمة ديالها دامت الأيام الشرطة الأصدقاء والعائلة كلهم كانوا كيقدموا لها الدعم وكيواسيوها في هذا المصاب اللي صابها في حين أن الجوتة ديال سارة كانت مبين يد طبيب شرعي اللي أكد في التقرير دياله أن سارة كانت كتتعرض للعنف لفترات طويلة وذلك أنه لقى إصابات اللي كانت كثيرة وكانت خطيرة في الجسد ديالها وكانت كذلك قديمة يعني سارة دائما كانت كتتعرض للضرب والعنف ولكن بقى سبب وفاتها لغز حيث ما قدرش الطبيب الشرعي يحدد سبب الوفاة الشيء الواحد اللي كان مؤكد هو أن موت سارة ما كانش موت طبيعي تحقيقة الشرطة الأولية بينات أن الدار كانت فيها فقط الجوتة ديال سارة واكتشفوا أيضا أن الأب والزوجة دياله وعم سارة هربوا من بريطانيا الباكستان مع خمسة ديال أطفال من بينهم أخ سارة الوحيد وربعة ديال إخوة من الأب العائلة خرجوا من بريطانيا نهار تسعود غوشت يعني نهار واحد قبل ما تلقى الشرطة الجوتة ديال صارة نهار عشراغوش الفين وثلاثة وعشرين من بعد الاتصال ديال الأبكي في مكتلكم في السابق ومن هنا غادي تبدأ رحلة مطاردة دولية الأنتر بول وزارة الخارجية وكذلك الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة باكستان كلهم تعاونوا باش يحددوا مكان العائلة اللي كانوا مخبين وما باينش لهم الآثار نهائيا تغادي بانوا في حد الفيديو على منصة اليوتوب كان الأب ديال صارة ومراته باناش هذا الفيديو باناش هي اللي كانت كتظر قالت بأن وفاة صارة كانت حادث وأن الإعلام ضخم الأمر وكيقول أشياء اللي هي مغلوطة وأنهم عندهم حتى شي يد في الموت دياله وقالت احنا على استعداد باش نتعاونوا مع الشرطة البريطانية ولكن خايفين من الطريقة اللي غادي يعاملون بها الباكستانيون خايفين يعدبونا أو يقلونا لأنهم ضغطوا على بثاف من عائلتنا ودخلوا على ديورهم وهددوهم باش يقولوا لهم على المكان ديالنا احنا التشي واحد ما كيعرف المكان ديالنا احنا مخبين ولكن احنا على استعداد باش نواجهوا هاد القضية حيث احنا مديرين حتى شي حاجة بالرغم من ظهورهم في هذا الفيديو فالشرطة ما قدروش يحددو المكان ديالهم ولكن غادي قدروا باش يحددو مكان الأطفال اللي كانوا قلسين عند جدهم الشرطة غادي يمشي وغادي يخدوهم غادي يديوهم المؤسسة دي الرعاية حكومية حيث كانوا كلهم مازال صغار الشرطة مارسات وحد ضغط كبير خصوصا من يشافوا المتهمين بينوا في هذا الفيديو غادي يزيدوا يمارسوا عليهم وحد ضغط كبير من خلال مؤتمرات صحفية ندوات الاعلام وسائل التواصل الاجتماعي سواء في بريطانيا في باكستان وفي العالم ككل كل شي كان كيهضر على هاد القضية وكل شي كان مهتم بها وبغي يعرف اشنو غادي يكون المصير ديال هاد المتهمين واش غادي يرجعوا البريطانيا ولا لا وبالفعل هاد الضغط غادي يجيب النتيجة دياله وغادي يقرروا المتهمين باش يرجعوا البريطانيا ما حد الإرادة ديالهم السلطات البريطانيا غادي تتبع المصار ديال الطائرة اللي اخدوا من باكستان مرورا بالامارات العربية حتى وصلت البريطانيا المتهمين كانوا عارفين اشنو كيتسنهم في المطار الشرطة بطبيعة الحال غادي تلقي لهم القبض والتحقيقات مازال جارية في هاد القضية ومازال ما خرجت حتى حاجة للعلن عادة القضية اللي كتكون مازال ما تنطقش فيها في حكم ما كان بغيش نديرها في القناة ولكن هاد القضية بالطبط شدتني بزاف وقد في هاد طفلة صارت عاطفت معها بزاف كيف ما تعاطف معها العالم ككل كيف ما قد لكم هاد القضية اخدت واحد صدى اعلامي كبير كبير وبقي الان بقي الان متابعينها هاد طفلة يعني اللي كانت زوينة مريحة كانت اجتماعية غادي تموت بهالطريقة على يد العائلة ديالها اللي هم من المفروض يحميوها ويعطيوها كل حب وكل امان هما كانوا السباب في نهاية حياتها الام ديال صارة البيولوجية ما زال كتحضر الجلسات ديال المحاكمة وما زال كتسنى في الولد ديالها لانه باقي في باكستان مع الاخوة دياله باقي ما جوش على بريطانيا فما زال اجراءات بش انهم يرجعوا للبريطانيا فاشنو بليكم في هاد القصة المأساوية يعني هاد المتهمين اللي هو الاب والزوجة دياله والعم كون ما كانوش ديرين شي حاجة كانوا غادي هربوا اكيد ما كانوش غادي هربوا غادي بلغوا الشرطة وغادي يبدوا في التحقيقات عشنو اللي وقع لهديك الطفلة ولكن هما مادم هربوا فهما زالوا تبتو عليهم التهمة فكل شي كيترقب نهاية التحقيقات والحكم النهائي اللي غايكون في هاد القادية فبالنسبة لكم انتم عشنو كتتوقعوا بشحال غادي يحكموا عليهم واش غادي يحكموا عليهم بواحد الحكم اللي غادي يكون قاصي او غادي يحكموا عليهم بالبراءة ما كان ظنج غادي تكون البراءة في القادية وكنتمنى يكون الحكم قاسي وقاسي جدا باش يكونوا عبرة الوحدين اخرين وهنا غادي تتالي القصة ديالنا كنت سنى الاراء ديالكم في التعليقات ما تنسونيش بلايك واشتراك في القناة وأي جديد غا يكون في القادية فأكيد غادي نخبركم به السلام عليكم إلى اللقاء في فيديو قادم